خالد الغندور إنه ما يجيبها تاني أكرم توفيق يلعب أكرم في اتجاه الشحات يا ولدي العيب حسين حسين يشيل عرضية خطيرة جول 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 الكهربة تيجي في برج العرب كهربة 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 الهدف الأول للنادي الأهلي بعد هدف أكرم الملغي كهربة ينور في الثمنتاشر ويسجل هدف للنادي الأهلي واحد صفر كتر الضغط يجيب أخطاء وهو ده اللي عمله لعيبة النادي الأهلي على لعيبة سيد البلد إنما العرضية خلصت لك كل المشاكل فرحة كلر وجماهيره وجهازه الفمي ودي كهربة اللي بيسجل النهاردة هدف التقدم لفرقته محمود كهربة اللي مسجل أربع تجوان والنهاردة بيحضر بهدفه الخامس مع النادي الأهلي إنما حسين الشحات هو اللي قلنا كتير غايب خبطت الكرة فبوسليمة وسهلت المهمة كده كأن الكرة تزبطت بالخبطة اللي جات في ضاهرة بوسليمة بصه هو الشحات وجات في ضاهرة بوسليمة ويكمل فيها كهربة اللي بيسجل بقول لحضراتكم هدفه رقم خمسة مع النادي الأهلي سجل جنيم في أمبي وسجل أمام الجونة وسجل أمام الاتحاد في الدور الأول بالتخصص كهربة يعيد التسجيل مرة تانية أمام الفريق السكنداري الكبير يبقى واحد صفر لصالح النادي الأهلي قادي كرة عبد القادر ما تضعش دي منك يا عبد القادر بقدراتك وموهبتك التحرك عملته حلو قوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر